موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائنا المشاهدين رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله دفع عنا وعنكم البلابة حق محمد وآلي محمد وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق للموسم الثالث وخلونا الرحب اجمل ترحيب باللجنة الحاضرة ويانا وابدي بالشيخ القارة الاستاذ ميثم التمار حياك الله الله يحييك الله يرعاك اخي علي جزاك الله خير شكرا لحضورك وشكرا لتقديمك وجهدك وقفتك الله يبارك بك شكرا للاخوة المشاركين شكرا للاخواني في لجنة التحكيم الموقرة وشكرا للمشاركين اتمنى لجميع التوفيق ان شاء الله المنشد المميز والرائع على الدلفين حبيبي ابو حسين الغالي تحياتنا اليك وكذلك مثل ما نوه الشيخ على جهدك وتعبك طبعا علي هو اي تعب الله يبارك ان شاء الله تحياتنا لكل اخواننا اللي يجونا من كل محافظاتنا العزيزة الله يحفظهم ونتمنى لهم حلقة حلوة وان شاء الله كلهم متميزين يكونون وان شاء الله يعبرون هاي المرحلة تحياتنا الى القناة وادارتها على هذا الجهد المبذول كذلك الى سادر مشاهدين شكرا حبيبي الله يبارك بك استاذ علي الشاعر الاستاذ الكبير سمير صبيح رمضان كريم عليك وعلامة محمد واشكر باسم الزملائي واللجنة التحضيرية وكل كادر برنامج حضور الشاعر الكبير كريم دخيل داخل الاستوديو شرفنا بجيته اهلا ومرحبا بضيفنا الغالي الشاعر كريم دخيل نورتنا واهلا وسهلا خلف الكواليس تحياتنا لك استاذ كريم اهلا استاذ كريم شرفتنا والله عزانة المشاهدين الرحب اجمل ترحيب بالمجموعة الاولى الي انضمتوا يانا خلال هذه الحلقة بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلي على محمد وآلي محمد يا الله المتسابق علي اكرم محمد من محافظة ذيقار علي ذيقار علي اكرم محمد حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وسلام ورحمة الله قصيدتي لمولات عليل عليه السلام من بعد يضيعني يصبحني ويمسيني يطوّل سفارك ولوين انتظرك يضيعني يضيعني يا ابو يا شوحادي الضيعة متحزّم الرحيلة وشفت القمر عامي ويقف يمهو ديجي العاقيلة وشفت اللي عيالي جميعات وكل من أخذ خليلة بس أنا ما حايد قالي لي يلا نشي العيلي من المسحة من المسحة ضور متاعانة ولا قتلي رحل وياني إشي يجبّر كسوركم ولوين انتذورك يضيعني شكرا جزيلا لك يا علي اكرم اهلت ويانه الله يوفقك استاذ سمير صبيح علي اكرم محمد علي ابو حسين مرات مو بالضرورة التصرف يخدم الاداء الزيادة بالتصرف يعني التركيز على التصرف بالمفردات انت شوف هس بها المرحلة تعبر عدي كصوت كمرورة عبرت بس المرحلة الثانية ما قدر عبرها من الصرفة باليمهودج العاقلة مو العاقلة قلت العاقل الموصل المرحلة الثانية دير باك باب هاي هفوة تحاسب عليها وجوز ما تعبر على هاي شوفها شوي ملاحظات كشعر نص لا جميل جدا هداه حلو صوت جميل بس التصرف لتكثر بي استاذ علي الدلفي ابو حسين حياك الله والله انت صوت يجنم صار عندك اخفاق بالبداية اي صحيح كل الاخفاق اجزم كل الاخفاق اللي صار عندك هو ارتباك انت بطبيعتك غير المايك وغير الكاميرات اجمل بهواي انا متأكد من عندك واحساسك يجنم وهواي راح تبيتش الناس بمحرم الله يوفقك شيخ ميتم التمار حبيب علي اداء متقن جميل ان شاء الله ان شاء الله التأكيد تريد تستعرض لنا امكانياتك الادائية فلذلك شوية لحيت هذا اللي يأثر عليك شوية وتأكيدا على كلام اخويا ابو علي تقطيع الكلمات عفوا استاذي حتى في الفقه عندنا في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة للفائد العام البعض مثلا عندما يقرأ يقول اياك نع بدوائي ياك نس تعين هذا التقطيع كذلك غير صحيح في القرآن وفي الشعر كذلك لانه يأخذ الكلمات الى معاني اخرى شكرا حضرتك شكرا جزيلا على اكرم تأهل تويانا لمرحلة ثانية الآن المتسابق سيف محمد البديري من محافظة الذقاء السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله على سلامتك سيف موفق عد ناعي وقصي أفضل تعدك دقيقتي اقرأ فيها ما شئ بالضبط المولات الزينب سلام الله عليه سلام الله عليه ولزينبا أي نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاد الركعي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخناب الصوت كسر أضلعي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء وبما جرام فاسترجعي ادق الأخوان يا محل لقيت لعد أخوان والله تعيش مدلل وما يوم تنان القصيدة يا روحي يا روحي لأحب يا روحي يا روحي يا روحي الغروب يا روحي الغروب يا روحي لأحب مشى وعنش بداية يا روحي لأحب مشى وعنش بداية هالسهاي اش لون حيارا احسين حيار نوم شالي استم نساني ونساني شكرا جزيلا اللي قدت الآن تأهلت ويانه للمرحلة الثانية استاذ علي الدلفي سيف صوتك حلو بس انت جمعت كل قوتك في هذه الدقيقتين فصارت الضيء ضاعت عليك الافذية وضاع عليك الأداء بس احنا نعرف صوتك امكانية بس أداءك مكان متقن أداءك مكان متقن ان شاء الله عن المرحلة المقبلة تأدي أجمل بس صوتك حلو معك شيخ ميثم الله يحفظك سيف فأنا ملاحظتي يعني إليك لحضرتك احنا خليك انت ان شاء الله نافذة ضياء للآخرين ألاحظ كل أخواني اللي الآن يقرؤون القصيدة الحسينية الشعبية هم بحاجة إلى ثقافة لغوية عربية ويقرؤون أصبحت عندنا القصيدة الفصحة والأبيات الفصحة عند الرواديد يعني تضمحل شيئا فشيئا حتى انتهت وهذا الشيء يؤسف له فحضرتك مثلا لما قرأت العرابا قصده شيخنا عفو عرابا نعم نعم لأنهم ضعيفين بالإعراب والبناء فأخذوا يبتعدون عن القصيدة الفصحة فأنت قلت ولزينبون أو ولزينبا ولزينبا نوح لفقد شقيق كل هالكلمات ما كانت معربة بالشكل الصحيح فأتمنى من حضرتكم لما تقرؤون شكلوها بالشكل الصحيح وقرؤوها بالشكل الصحيح وأنا ضغطت لك للقصيدة أما في الأبيات وفي النعي لم تكن موفقا شكرا أشكرك أحسنت أستاذ سامير صبيح يعني مثل ما تفضل شيخ ميثم يعني أوجز فأدأ يعني حط إيده على الموضع الدقيقة والله أبو تمار الرائع والله بس أنا أكو مفردة أنا أريد أعرفها يعني أنت بعد ما أضيف شيء لكلامكم بس أكو مفردة تدعو ورد تدعو شنو ما أعرف تشبيه تدعو ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكيات الزاكيات التمال فضتها صح تدعو ورد تدعو ما أعرف شردت شنو ما أعرف بالدقيقتين بالدقيقتين ثلاثة أخطاء أحسنت يعني بالشعر يعني إذا تبقى ساعة من المنبر شتسوه روح شكرا سير بالك علينا شكرا جزيلا سيف محمد اللي بديرة أهل ويانا المرحلة الثانية كربلاء المقدسة سلام الله عليك يا ابو عبد الله الحسين سيدي محمد أهلا سيدنا العزيز حياك الله الحمد لله على سلامتك إن شاء الله يقبل الطاعة يتقبل أعمالكم إن شاء الله قصيدة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام كل يوم اللي يسلمون إلى سيد الشهدائي يلقون السلام إلى الحسين سلام الله السلام الله كل يوم أسلم عن نحار الله الله وعلى الدموع الجارية الله واجذك ريب طفك أربلا جروح الحبيب الدامية واجذك ريب طفك أربلا جروح الحبيب الدامية كل يوم أسلم على الحبيب الغالي كل يوم أسلم على الحبيب الغالي الله الدنيا يابد من دون ما تحلالي الله حبيب الدنيا يابد من دون ما تحلالي وارجع وسلم عالصدور المتهشم بطفكار بلق قلبي العقيل المنكسور واذكر دموع العايلة اذكر الطفل المنذبيح ودموع ما ظلت سايلة الله يبارك بك تهلت ويانا للمرحلة الثانية شيخ ميثم التمار الله يحفظك انا اقول هناك من يصطنع الاحساس ويصطنعه بشكل جيد لا بأس لانه قلنا من بكى او ابكى او تباكى وهناك من الاحساس متلبس ومتشبع بدمه وبشحمه وبلحمه وبصوته وهو احساس فالسيد كل احساس اهه شكرا الله يحفظ استاذ عالد دلفين لا العفو الله السيد يعني بمكانات شوي اخفاق صار انا صح يعني انا بالمناسبة يعني ما درأت السرائلي وقلبه دي دكسر يا حبيبي سيدنا حبيبي بصوتك جميل جدا انت احساس الله يبطك ان شاء الله الله يدينك استاذ سامير حبيبي انا على النص يعني ضغطت اخر شيء للصوت بس على النص النص بمجمل ما قرأته يدور على انه يروح ويسلم موكش يعني شنو الدهشة بالموضوع وين الموضوع يعني ما سلم على نحر الحسين نعم هو الشاعر جاي يقول يومية سلم وارجع وسلم ما كو دهشة وراها الصار شنو يعني طلبت مثلا ما انفت حاجة وكذا يعني ويقول وتوجهي الصاب والنهار القزيشية فاطم انت بصوتك عن نعبرا حتى لا تقلق تمسح دمحه برايته وعل القمر متألمة اي وان نعم كلها هي حيثيات الطف فعلا جميلة جدا لكنه يروح يسلم يقول وارجع وسلم وهي بس يروح يسلم وات الدهشة وين موضوع وين انا اريد موضوع بعد ربما بالمثل ليش اضم الشاعراني تحياتي ربما موجود الكلام واضح بالنهايات القصيدة اكيد بالقفلة شكرا شكرا جزيلا اليك شكرا سيدنا حبيب سيد محمد الحسيني من كربلاءة اهلويانه للمرحلة الثاني الان المتسابق شيحان ال كسار من محافظة النجف الاشرف شيحان ال كسار اهلا وسهلا يا الله حيالله ال كسار نعم يا كله شيحان مرحبا انا بالحجد الشعبي مجاهد موفق انا بالحجد الشعبي بدلة مو كاملة ليه مو كاملة اني كنت اندعي لكم بلمام الكاظو مش فيه وموفقا ما حضرت من الدوام وجيتكم جبت الحجية كانت جاية هو البنطران هم عسكري بس غيره هو سألني بالكواليس قال لي ادخل قال لي ادخل بالزيد شمال تلو ادخل بالزيد عسكري لا 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 هذا شرف انها لباس العزة والناموس طبعا يعني للتنويه استادنا العزيز نعم وسات ذاتنا الموجودين تمح القلان بالبرنامج لا 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 لطيف كرم لا عادم لا قرأوا لشهداء الحشد ابو علي فعنك الحشة جاهل عقيل رعاهم عباس عينك عالحشيد جاهل عقيل رعاهم عدهم عوائلتين تظور جيتهم ويوم ويلقاغهم راح بسلامة رجعي الخاطر ولي يد الودعي بجاهل بقنع المشرعي وبنحر أخوك ومصرعي كل من مشي له لا يريد بيتك تحيل عينهم عباس عينك عالحشيد جاهل عقيل رعاهم بجاهل لما تخليف وعيد جاهل لما تخليف وعيد أمك تحضر بالشداية السلام الله يا عينك للي انتخي عوني وسناد يا أم البنين للي انتخي عوني أي وسنايات انشدها عال تفقد ولايات عباس عينك عالحشيد بجاهل عقيل رعاهم عالحشيد مرقصتكم هؤس مرقصت اللجن مرقصت البرقصت خاف انه حقوق الاناطق مرقصت مرقصت شكرا للعراق لقال حب الوطن بإيماني وشكرا لليريد الناس واحد قلب على الثاني شكرا من قلب والسان سيد علي سيدي شكرا 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 من قلب والسان سيد علي السستاني مرقصت 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 على الله أتبارك الله SagSć Girls بвед PDP شكرا رحزب ببرة طبعاً هو الحجية من تبرته والدته جايةوية في الكوارد سلام الله يحفظها أهنيك على شغلة والله الكريم أهنيك على شغلة على هذا الثبات والعقيدة الحبيبين قبل إن الحجية من رأسها المبارك من جبهدها الطاهرة شكراً الله أرفضك بس أنا عنده ملاحظة شوف لا روح 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 لمو إلك روح الملاحظة نص علي استاذ علي بلد الدخول والجسد الأول وصل لموضوع كان يعني مرات تجيك موضوع جسد ودخول الدخول والجسد وبعد ما وصل الموضوع الريده واضح الشعب أنا أتمنى أيضاً من كل متسابق أن يعني يجون بهذه الأريحية ويعني ما مش شنجين يعني أغلب شيء الارتباك قرانا قرانا ويا اهلوا يا نشيحان الكسار من النجف الأشرف مثل ما لاحظته الآن المتسابق قاسم عبدالهادي من محافرة كربلاء المقدس أهلاً وسهلاً يا الله السلام عليكم أهلاً وسهلاً نور الإيمان في قلبهم صلى على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد كل ما يمور وجهي الفجور راح يفتقد أذانك ما صدقيت تغفى بقبور عشرة عمور حنانك معقولي الحبيب صوتك صباح قريب جميل ما كو بعد نصيب من عيش إرتك من عيش إرتك تبتدي رحلة يتيم بروح نيران الجحيم رجفتي الخايف كلام وإنت أعد ريح سواسقك ملزمي بطرفي ثياء يا علي ونذير ثواك واتوزع الظلام وعيطر تنطن فوسك يلتمسحي برأسي كلمسي إيشو عكسي القضية أنا أمسح دميك وشبك في دي يا أبو الويفي بوجهك دم طاحة تسمع علينا مول الجاريح وعلى الوعد ناخي الخبز اجينا يا أبو الويفي بوجهك دم طاحة تسمع علينا طيب الله أنفاسك يا قاصر عبد الهادي طيب الله أنفاسك شيخ ميثمي جاي تحكي على الدلفين يقول له بهاي المنطقة شوف من يقرب مطلع المستهل أنا من البداية جيت أختار وأضغط لأنه كان أداء جميل بس لما جاي يجتهد بالتصرف ويرتجل بالأداء جاي ما يستقر على الدرجة الصوتية الصحيحة ضغوطاتها مو صحيحة من قرى اللحن المركب من قرى التراثي اللحن التراثي المركب كان أداء مستقر جميل بس أكثر النقلات اللحن بانتقالات كثيرة أكثر التنقلات ما أدىها بشكل صحيح بس أنا ساعدة هل أنت صوت وقابلية حلوة شوفت أبو علي ساعدتك لو ما أبو علي أنا ما ساعدك يميل والله عند ضغوطات حلوة والله عنده سوى سوى حرامة يعني بعد دام الشيخ وأبو علي ضغطا لك لا لا أنت بعث أهلت بس اللي أريد أمنك على المرحلة المقبلة أنه تتمرن هاي الأيام عندك وقت إن شاء الله زي أنت تتمرن أو تختار اختيار كون يكون راكز بالله شو عكس القضية شنو من هو العكس القضية شون بس شعر قرأ ليها يا شون شنو عكس القضية عكس القضية أنت قرأت شي يسمع عكس القضية اي اقرأ القصيدة من البداية كل ما يمر وش الفجر راح أفتقد أذانك زين يلتم سحب راسي كلمسية اي شو عكس القضية يعني اليتيم تسمح لي يعني إذا تسمح لي واليتام ينادو الإمام علي يلتمسح براسك المسية شو عكس القضية يعني بعد ما نقول كم المام عليه السلام لا كمل الوراق أكسح دمك وشيبك بدي آه هكذا كمل القضية تأخذ غير مفردة الاتحال توصل الشعر ماريداني شكرا جزيلا إليك يا قاسم عبد الهاد أهل تويانا نتأمل منك الأجمل في المرحلة الثانية شكرا جزيلا إليك هلا قاسم الآن المتسابق على حامد داود من محافظة واسط على حامد داود من محافظة واسط أهل واسط وعليكم السلام أبو حسين الورد دواوي أنا أنا آشد من يدي قلبي دواوين طيبة يقول أول من يدوي دواوين نجروحي الكربلة تنزيف دواوين وقلت دواوين نزينة ايه يايه يايه يا يبهدي ياه يايه يابهدي ساجين حزنه وانصوله بشفة عليه بيبان العوتش يرسم لطولك عالتور بحوافور الخيل انفارش شلون بحصيرات نجي معماك وليقى طولك ناعش هم لما ومن الداسيتك لو ضاعني بلياله داعش لو ضاعني بلياله داعش لو ضاعني بلياله داعش ما بارحت حزنك يوم ولا لقت علي هدوم كل عمري خلصك رباله بغربة بنات مدلل حسين يا ابا عبد الله حسين يا ابا عبد الله كل خطوة تقضي من الدار ويتسامار بعيني لدامع سولف لي عنك بالساحق راحب سنابك ومضيلع بعيونك مكابر عطشي المنذبح ذبحة شامع طيب الله انفاسك يا حبيبي على حامد وحياك الله وهاي طلة جميلة ونشكر وقفتك ومشاركتك بالبرنامج لكن نعتذر ما راح تتأهلوا يانا وهاي الملاحظات طبعا نسمحها تستفاد منها استاذ عالي الدلفي باعتر حاخذ الاخوان حبيبي علي طبعا خلنا غشش المتسابقين اكو معلومة انه الابوذية واختيار الابوذية بالقراءة قبل القصيدة لا تستهانون بها لان الابوذية اكثر من 60% من طاقتك من خلال الابوذية خليها يفوت على قصيدة ثانية نخبرك بالابوذية تبين عيوبك اذا ما متمكن منها اختار قصيدة ثانية فديك العبوذية خاص بها مشكلة اخطتك اديت قصيدة ثانية وقتك المطموب انتهى يا حبيبي المهم نسمع شيخ ميثم التامة الله يرعاك ويحفظك في متسابق آخر جدت لها معلومة جدا مهمة الألحان اللي تعتمد على جملة لحنية واحدة مكررة هذا الرادود مني يحط هذا اللحن يعتمد على قدرتها الأدائية ويعتمد على صوتها الجميل وحتى يعتمد على شهرتها هذا اللحن اللي انت قرأته تدري بجملة لحنية واحدة مكررة اكثر باختلاف فقط في الدرجة في الصعود عذرا لان ما حافظ الكلام وهكذا تكرر انتهم لما اجيت قرأتها كذلك مثل واحد يسوق بايسكيل وطالع بطريق مستقيم احنا نريد نسمع اعداء نريد نسمع تصرف نريد نسمع عرب صوتية نريد نسمع احساس نشعر فهنا اتمنى لك ان شاء الله يا ابو حسين التوفيق في مسيرتك الإقرائية وعليك بالتمرين ثم التمرين ان شاء الله استاذ سمير لا ماعدش بياني اعجبنا بالابوذية بالدخول عدة صحيح اول شطرين فمررت على هذا الجمالية نعم شكرا جزيلا والله وفقك وحظة اوفر ان شاء الله والافتحية اليك والان المتسابق مهدي الخزعلي من محافظة بغداد مهدي الخزعلي السلام عليكم السادة لجنة الحضور وعليكم السلام ورحمة الله مهدي على الاطمية العمر به ابتداء بالمهد نبضات قلبي موحدة والقصيدة للأجال تبتدي بهالمستهل احنا غير حسين ماعدنا وسيله هذا يا دنيا وجودي وغير هذا ما اعيي انا خاديم ابن خاديم والمواكب مرجعي والمواكب مرجعي وان اسكن واموسم هالحسينية ومن عزية مرضعي واموسم هالحسينية ومن عزية مرضعي وان اسكن هذا آني ساكني بيت النعيم ساكني بيت النعيم هذي داري بي انراد ودعزايا جوارت بيت المصيبة والدعاء هذي داري بي انراد ودعزا جوارت بيت المصيبة والدعاء روحي وي المأتم اهل تبتدي بها المستهل احنا غير حسين ممكن يستمعها غير شيء غير شيء يستمعنا لدي شيء حظة على قلبك يعني على التراث اي اقرأ اي شيء اي شيء يبنو ميعل تربا نعيف تكرمي اي شيء 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 شكراً شكراً جزيلاً لك يا مهدي الخزعلي اتأهلت ويانه للمرحلة الثانية استاذ علي الدلفية شنو شنت منتظر من مهدي الخزعلي مرات الرجع يعني أو ننطفر صحيح الأحد لأنه احنا نحص صوته بي تراث بس احنا خوب احنا ما نبقى بس نؤدي تراث لازم كل الألوان صح ولا لا صحي بس احنا شنت ما محضر خلينا خدمة انتاز بالقصيدة الثانية شنت أحلى من الأولى أو بيان صوتك أكثر بس خوب ما نبقى نؤدي بس تراث انت صوتك للأولى المفروض تأدي طيب صوتك لكل يعني تقسم صوتك على كل اللي لأنه انت مو مختص بس تراث احنا نحس هذا على التراث يلوق لـ 100% انت يلوق لك كل شيء شيخ ميثم قرآن نعم شيخ ميثم التمار نعيش تريده هم حاسبينها مثلبة علي عمشوه للقرآن يقرون انت قاعد وياهم اهل الاطميات قاعد وياهم كمان مشارككم يعني انت مبدع شو بالخطابة عن مصاير النوب خطيب النوب بتقعد اللجنة التحكيم ايه مبدع وشوه عزيمة يوم الاحات هاي اعكد لعليه هاي اعكد لعليه حيا ان شاء الله ما طول اخوي عبي على حسين البغدادي موجود حاضر حسين البغدادي موجود الذبيحة عليها وش شوه عليها ايه طبعا انا اعتذر منك مهدي ان شاء الله نشوفك بالمرحلة الثانية عفو شكرا جزيلا مهدي اتاهلته ايانا ونطمح منك ان شاء الله تكون الافضل بالمرحلة الثانية الان المتسابق وليد العارضي من محافظة الديوانية وليد العارضي من محافظة الديوانية وليد العارضي وعليكم السلام ورحمة الله اليوم التشكيلة مالتنا نصعد بها الكاس العالم نحن نقول خير وبرك يا الله يبهم كل محافظاتنا عمين خير وعفتك على الرمل والليل حلاك صديق اهلا وحوش تحوم حولك حالك وهي شخلة خيولة المية وهي شخلة خيولة يا لماية من بواعيت مذبوحي يمنح رطل عتروحي يا دنيتي حسيني وراح خلينا موتا وارتاح من بواعيت مذبوحي حلوة هاي الجملة شفت باس من شيفت أبوي ما عرفت والدي بحرقة قلوب قمت وشبقت من الضمى والخي زراني زرق شيفت بعين شيفت صواب الحجار بجبيهت وجه الأبو جدامي شيب خضيب ودامي قالوا لي راسع لرماح خلينا موتا وارتاح طيب الله أنفاسك موفق إن شاء الله وليد العارض أهلت ويانا المرحلة الثانية نعم استاذ سمير حبيبي بس جونة الأخيرة شيب خضيب أو دامي لو معالجها هاي المفردة هسه خليتها خضيب والخضاب تعود إلى الحنان والدامي يعني سويته اثنين هو خضيب بالدماء المتعارف عليه خضيب بالدماء لو يربطها ربط صحيح مثلا شيب خضيب بالدماء يعني عالجها أو مو يفصلها اثنين سواليها اثنين هسه الثانيها شيب خضيب أو دامي نعم هذا اللي استاذ علي مو أشر للنص مو إليك بقى جميع شفتك تأثرت استاذ علي أنا خادم خادم ربك يعني قفلاتها حلوة أكو شغلة بصوتها حلوة بيها شجن عالي وحزن عالي صار عدة أخفاق من دخل من المستهل عن نص يعني بالطبقة صار عدة المشكلة بعدين حاول رجع يستقر رجع رجع بس هو كصوت أو يعني صوت بيه شجن عالي حلو الله وفقك الله بس شوية الأداء تهتم نعم شيخ الله يفضلك وليد انت اللي يسدع عيونه وتقرأ يعني بدون ما يشوفك رأسا يقول هذا صوته فراث أوسط يعني كارزمة خاصة هو يمأثر بك المحيط وهذا فتشيء جميل ورائع أنا أشجع علي أنه كل واحد يقرأ بلون المحيط اللي يعيش به تعرف لأنك بعضنا مثلا هو جنوبي حاول يقرأ ألوان أخرى جميل التنوع بس كون يتقنها من من يأديها لابوذية قرأتها بشكل حلو باللامي وسويت وياها دايش تعرف لو ما تدري المقامات يعني شوية والقصيدة بها مقام قرأتها ما تعرفها شوية لازم تتعلم الرادودة صور عندكم ثقافة شعرية ثقافة نغمية القصيدة بالصبازم زم يسمونها ويسمونها طور جبير الكون ما تسمونها أنا ما بدا تتكلموا هاي بهاي لابو شكرا لها شكرا لكم شكرا لش حلوة إلا القفلة شكرا جزيلا وليد العارضة أهلة ويانا الله يبارك بيك أعزائنا المشاهدين خلونا نشوفوا ياكم المجموعة الثانية اللي انضمتنا خلال هذه الحلقة لكن بعد الفاصل رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين جمهورنا الحبيب والرحب أجمل ترحيب بالمجموعة الثانية اللي انضمتوا إيانا خلال هذه الحلقة بالصلاة على محمد وآلي محمد الله صلصر على محمد وآلي محمد المتسابق هاد الكعبي من محافظة ميسان أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام عليكم هاد الكعبي أهلا وسهلا شيخنا الله حفظك شعباء وبعد التخالي الجهال شنون معه أعزائك أتشرف سنقرأ إن شاء الله على زيدة يوم ولاتي الرباب عليها السلام الله عليها تريد أزفاك للمنية وانت يلطبعك تريف هو عمريك ورد يومي وبتجرح مالك عريف تريد أزفاك للمنية وانت يلطبعك تريف هو عمريك ورد يومي وبتجرح مالك عريف راح أغري يقهب دميع يوم مصينيت الشميع راح أغري يقهب دميع عفية يوم مصينيت الشميع دمع دمعي دمع دمعي والله موتك يا الورد مو هذا وقتا وان من جيبتك تراني الموت شفتا الله أكبر يالذي في الزاد لعيونك تركت يا ابني يا ابني يالذي في الزاد لعيونك تركت هيتش بيكي شح نظيري ما عرفت إيه الله أكبر عفية بيلو رحيت عمر يا جاسم صحيت عفية بيلو رحيت عمري يا جاسم صحيت خلي آخير مر أبوسك بيها ودعيك للأسف خلي آخير مر أبوسك بيها ودعيك للأسف اللهم الله عليك يعني دقيقتين ضبط ما شاء الله الله وفقك تأهلت ويانا يا حبيبي أقف بالتورع دوقف شوي ما رايحان إن شاء الله بس أنها يبغبتني هانو ما دست ما داست عم ما دري خبني لا حول ولا قوة لا بالله صوت ولا جليل الثاني يقدروا هي بذاك الموسم والله الله وما يخبر أعتذر انشغلت وياك ويا الكلام ويا الصوت ويا الأداء على رأس على رأس استاذ علي الدلفية أشوفك يعني تحمست بالآداء ومو بس تحمست هي الأصوات اللي مثله من بداية البرنامج هسا يوميا نخرفه وخطيئة يجوني سوى من وراء الضغط ما أدر على حالي الزين الله يوفقك إن شاء الله أنا خادم لك بحسن عبس العفو عبس ملاحظة صغيرة أي اللحن هذا إن شاء الله أنا أخليها للتحصيلة أنت إن شاء الله أنت موفقه بكل الضغط وفي كل اللحوال الله يحب منتظر دوري يعني أي شوية صار بس عندك يعني أكو شيء صحيح نعم صارك شيء نحسب لك للطريق للربكة اللي صارت عندك الكاميرات ممنوع للأخوة اللجنة الأساتذة هي شبر لك ياها بس إن شاء الله على المرحلة القادمة نعم شيخ ميش كلام جميل جدا كل قارئ بالعالم كل رادود نعم رفض كل مؤدي بطريقة لحن وخذها قاعدة لازم يصير عندنا شاز من المستحيل أن تجد أي قارئ في هذا المجال ما عندنا شاز ماكو لازم يقع فيه مطب مطبين فإحنا بعض الإخوان لما نناقشهم نعبرهم ونناقشهم على نقول له شوية هنا أخفقت يقول بعض الجماعة يقول لا أعتذى هنا أنا أخفقت شوية يتعبرونه ماكو إنسان كامل بأداءه مستحيل عرفت شون وخاصة هم ومتسابقين أهسنت هاي الملاحظة القضية صاحب صاحبنا اللي قرأ قبلك من أهالي الديوانيان قلت له قلت له غمض عيوني أشعر بيك من الفرات الأوسط مبين صوت وأداء هادي الكعب كذلك إذا تسمع بس صوت عمارة مبين عمارة لحناً وصوتاً وأداء صحيح أحسنت هادي شكراً جزيلاً يا هادي الكعب تحديث وياناً إن شاء الله إن شاء الله شكراً جزيلاً الآن المتسابق مصطفى حسن من محافظة الديواني مصطفى حسن مصطفى حسن من محافظة الديواني وعليكم السلام ورحمة الله أهل يعتبر فوزي لي أنا أوقف قدامكم أهلاً عفوان عفوان نحن نشترر فوز في خدمة الحسين الله يوقف إن شاء الله وقلي رماحتنا قاوسوية وحدي حاج وحيد علي الله معقول زينب سيبي زينب سيبي فوق الإرماح فوق الإرماح عالرمح رأسي لقمار دمعي جره عالرمح رأسي لقمار دمعي جره وشيفت رأسي حسياً مدري الشاور يمكني يقل تعريف هاي المر هاي خيتك زينب الميت يسر استغربوا ما عربنا قربي الناس سعب لصف نبو جع عباس قصيدة قصيدة عسر عندك بس المستهل جسد محافظ لحنا غير عاد يلا اختار شي تحبه عفوني ورحاو عفوني ورحاو جم باشري 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 مشت يمت يريدون واني القابر قالاو عزازي وعلي من الحجور هم يخافون مثل الدمع سالة لا سالة الخد لدمع ما يريد لليعيون يجروحي ما تيطيبي إلا التقي بحبيبي واردو لقيت ماء واردو لقيت ماء الله يبارك بك يا مصطفى يا حسن الله يبارك بك لكن عبرت وما عبرت فاجأت اللجنة أيضا أكيد أكم ملاحظات تستفيد منها في المرحلة الثانية أبدي أبدي من أستاذ سمير أنا ما أعدكي والله يعني مجمع الأدايا يعني أكو مكانات حتى لا أظلم والأساتذة ضغطه الشيخ جليل وأستاذ علي لا بس من قلة غير ما أضاف شيء شكرا لا أعجبني شكرا جزيلا أستاذ علي الدلف هذا يعني آسف منك مثل ما واحد عنده مول ضخم وعنده أحسن البضايا فيه زين بس ما يعرف يبيع آه زين يعني أنت تمتلك صوت وصوت جميل جدا زين وبيحساس عالي بس الأداء ينقصك أي نقصك الأداء تماما إن شاء الله يعني لا بمنطقة معينة ولا صار عندك أخباق لا هو يحتاج لك تدريب إن شاء الله يعني هاي الفترة حتى على المرحلة الثانية سمعنا شي حلو شانا ضغطت الصوتك لأن صوتك جميل نعم شيخ ميثم التمار لا يخارج الله يحفظك مصطفى أنت إضافة إلى الملاحظات اللي قالها أخوي وتاج راسي أبو علي أخوي أبو ملك حبيب أنت نقصك أن تحفظ اللحن بشكل جيد هاي النقطة حطها في جيبك ولو تشيرتك ما بيجيب بس بانطرونك بيه زين والنقطة الثانية لتعيش هوايوي اللحن والضيع الأساس كلمات نعم تضيع الأداء لا تعيش هواي بحيث تغير بصوتك تريد تحزن بصوتك وهذا التحزين جاي خليك تعوف التون شكرا شكرا جزيلا مصطفى حسن تأهلت ويادي يا حبيبي الآن المتسابق صادق الموسوي من بغداد سيد صادق أهلا وسهلا سيد صادق موسيقى الامام موسى بن جحفر سلام الله عليها باب الحواج سلام الله عليها موسيقى 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 الظلي بالحديد بغرب وعنها لم هاجير يشبه جد بالعاشير هم ضامي وبلا ناصير وهم وحيد لما عند أخو دم نهيد من يوم مثل أبو الأكبر ويلقو مربو الحومة عاكس ما عيسى والداغر وعلومي عاكس ما عيسى والداغر وعلومي الله يوفقك ويفضحاشتك موسى بن جحفر باب الحوائج وتتأهلته يعني تأهلت للمرحلة الثانية أستاذ علي الدلف خلي ورقة بيدك بعضا إن شاء الله أستاذ علي الدلف خلي تقرار الدخول نعم ثم بعدين خلصت علي نعم حبيب والله بصراحة أنه صوته ما وصل لي بصراحة ما وصل يعني أدائك صح يعني أدبس النفسة ما أدل اي يعني ما وصلتني أنت ما وصلتني أتمنى بالمرحلة المقبلة أنه من تقرأ ادخل تباوع على الناس اللي أمامك تحاول توصل قضيتك يعني الرادوت أو المنشد هو شنو؟ يوصل قضيتها للناس يوصل قضيتها للناس صح أو لا؟ فأنت لازم تكون قيادي على المنبر لازم تكون قيادي حتى توصل اللي تريد أنت الله يحفظك نعم شيخ ميثم الله يحفظك ويعزك فوق الجامع على المنارة يحطون سبيكر هذا الورقي مع المونتربو لو يحطون هاي ملبوق ملبوق أكفد يوم شفت فوق الجوامع يحطون من هذاني؟ ليش؟ المونتربو ما يخلوه ليش؟ ما بيها تردد قوي أو ما بيها الصوت المدى ما لها أكثر أحسن بيها مد مد أعلى حتى توصل الأعلى مكان أنت صوتك مثل الفرق بين البوق وبين السماعة الورقية يعني مثل أنا هسا بفرق صوتي أنا بوق بيمد من ناحية أنا عرفت شون بيمد كأنما بوق أنت صوتك سماعة ورقية أنا من أقرى المفروض أتعامل مع المايكروفون بشكل احترافي ومن أسوي جواب شوية أبتعد من أسوي كنت عاملوا بشكل صحيح أنت صوتك ما المفروض تبتعد هل قد من المايكروفون المفروض تبقى على مقربة منه لأن أصلاً صوتك ما بيمد فضلاً عن ذلك بأس أكثر من التريفل فتعاملك كان جداً خاطئ مع المايكروفون بس أنا عبرت لك لأن أدائك كان جميل أستاذ سمير صريحي أنا ملاحظتي بس حركة الجسد أخذت من عندك أعتقد يعني وأعتقد جازم حركة الجسد دائماً أي هذا الحركة بابو هي لكم المتسابقين الآخرين هاي تاخذ من عندك نعم تظل هاي ديك مدوين تحويها وتحوي الجس وتحوي المايك وتجي منا تضيع عندك التصرفة التي تطيل تضيع عندك حلاوة اللحن بس قرال الدخول أنا عجبني بصمت للدخول ها بالمناسبة آها تخيام بس شعر قال إياه شعر آها تخيام ويوم العاشر سجانة يا درب الشام جرح الكاظم يمين جداً بابو تحيات الشاعر أحمد الهلباوي ألف تحية للشاعر المبدأ أحمد الهلباوي أنعم أكبر شكراً تحياتي إن شاء الله شكراً شكراً جزيلاً أي الآن المتسابق مرتضى العامري من بغداد لضاءة شغلوه أخوان أهلاً مرتضى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكراً 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 أهلاً شكراً 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 عطر ديهم عطر ديهم روح محتاج وتحين وتارس عيون الحزين بقلض دمعه بيد شمعة تواس بهم تواس بهم ما ألقى مثلهم وان ما أمشي الله يوفقك الله يديمك ويحفظك وانت مكسب ان شاء الله انه وأخ عزيز وأتمنى في التوفير نعتذر منك ما راح تأهلوا للمرحلة الأولى لكن بعد ما نسمع ملاحظات الأخوة في اللجنة نعم يا شيخ ميثم الله يحفظك أخي مرتضى حياك الله مرتضى انت صوتك ببور عالي جهورية مدى جميل جدا لكن يفتقر إلى الليونة والمرونة والتدرج اللحني المتقن كذلك تحتاج إلى ثقافة أدائية يا مرتضى وهذه ان شاء الله تأتي بالاستمرارية باستمرارية الاستماع والحفظ والتدريب ان شاء الله أستاذ عالد دلفي أنا لا أريد أن أطاول عليك لأنه اللي صاروا يأكل كافي أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله على المراحل القادمة أستاذ سمير معاك شكرا جزيلا مرتضى العامري حظ أوفر لك إن شاء الله الآن المتسابق على حميد الركابي من محافظة ذيقار على حميد الركابي من محافظة ذيقار أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم من ذيقار من ين علي من بن ارشاب حيو النعم نسابتنا بن فجر الله يحوظك مصحير حيود نعم الله يحوظك كلهم درائبي وخوال الجه الله يحوظك الله يسلمك حبيب بيت أبو ذيه سيدة مولاتي زينب عليه السلام السلام الله سلام عليكم بيت أبو ذيه سيدة مولاتي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم avanzضيف سلام عليكم اقلب خارق معدرك ظلم سلام عليكم بي التي تمت عالمي الأحزان أخيذني بها المسيه لني مقبري لأسيد حامي الحميه اسمعيت وان خذت قلبي من داية قلت ها يلوان لي الزهر الزيشيه قلبي جارني ليه سلميت عليها ردتي التحية من استاذنيتها فاطمة شفيتها بنت وسمعتها طيب الله أنفاسك يا علي حميدة أهلة ويانا أستاذ سمير حبيبي حلو أبو حسين النص كان جميل جدا لكن بالأبوذية وما أعرف الأبوذية يعني هاي الناصرية هي أم الأبوذية الجناس يعني ما جاء متلائم بينه 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 كذا وما أجي متناسق الجناس للأسف ساتة ما مسؤول عنه لكن إمكانتك طلعت بالنص ومو بالأبوذية الله يسلمك النص ما عندك لا لا ما قطر جميل جدا حسنت جميل استاذ علي الدلفل والله صوت جميل جدا وعن المرحلة القادمة إذا اختار غير هذا رح يطلع بعد أحلى وأحلى أحلى لأن لحن ولا بوذية ظلمتك صوتك أجمل من اللي اختارته الله يسمى حبيبي شيخ ميتم أنا شفت علي حميد لون ريفي الأطوار اللي أدى بيها جميلة أول من مرر أول من مرر أنت لأن لون ريفي جديد وهذا اللون جميل جدا جنوبي حلو الله يسمى موفق إن شاء الله نشوفك أحسنت أحسنت شكرا جزيلا على حميد الركابي من ذيقارة أهلة ويانة الآن المتسابق كاظم حسن البخيتاوي البخيتاوي من محافظة ميسان أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله إن شاء الله محاورة هي تفضل محور بين الإمام الحسين عليه السلام ومولاتي زينب الحوراء عليه السلام السلام عليكم عليكم السلام يقلها يجفد يوم يا زينب تفيلي خويا لمن أقع على الرمض ويركحيلي يا أخو يا أخو شكرا جزيلا أخو شكرا جزيلا يا أخو خو يا وذا عندك ميا بحلق قطري لفدات الروح يا زينة بيضي عيني فدات الروح يا زينة بيضي عيني إليش خادم يا أخوي بس أمريني تقل لأني تقل لأني الليل أكفد وحياتي أنا الليل أكفد وحياتي ولك كل العشيرة وكل خواتي أنا الليل أكفد وحياتي ولك كل العشيرة وكل خواتي مصيبة ولش فتريجوا لها تخوية يا ريت قبل موتك يا ريت قبل موتك بماتي حسنت الله يبارك بيك يا كاظم حسن البخيتاوي أنت تأهل تويانة ونسمع أيضا ملاحظات تستفيد منها بالمرحلة الثانية نعم استاذ سمير حبيبي كاظم جميل جدا بابا أدائك صوتك جميل جدا لكن أنا مع البناء انتقلت حوارية بين الإمام الحسين وزينب عليه السلام عليهم السلام أنا أتمنى أمني أنه تصل للشعر اللي يكاتب لك أنه تكتب البحاورة كاتب أبو ذيات مو؟ صحيح فتكتب أنت بالأبو ذيات يعني ما يقول عليكم فحوارية تكتب الحسين سلام الله عليه يحشي بطوله رجوله وهو القائل إذا كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي فياسو يوف خذيني مو؟ أحشي برجوله وبقوة وبعنفوان بالأبو ذيات اللي يطلقها عن لسان الإمام سلام الله عليه والأبو ذيات التي تطلق على السيدة زينب تقولها سيدة زينب أنت انتقالية باللحن هذا ياخذني من موال أبو تمار الرائع هذا اللي يقرأ قرآن ويقرأ شعر شعبي يعني أخلي مع الفارق يعني مع المثال تضرب ولا تقاس يعني تخلي هنا رجوله بالإلقاء وعطاء وكذا وهنا أخلي لوعة يعني أميز زينب عليه السلام عن الإمام الحسين بالأداء بالأداء وبالشعر فهذا موضوع جديد حسا ما صاير عمام ما صاير قبل ممكن إن شاء الله في المرحلة القادمة إنه تتحفنا بهذا الشيء إذا ما يقدر يكتب لك الشاعر اللي موته أنت من ميسان مو وميسان كبيرة بالشعارات تعاون مع شاعر معروف يستعرف شي قولاني وش ردت وإن شاء الله نسمحها بالمرحلة القادمة أبو علي يمكن أنا سماعت بالقافية مرة نونويا ومرة لامويا رجعي لي ومرة مشيني أنا عديت ذن كل شيئا هاي عديت الجمالية الحوار بس ردت أن الحوار يكون درباله على القاف للحسين التميز دور الحسين الدور زينب عليه السلام نعم بالإلقاء أستاذ علي دلشي سيدنا حبيبي أنا أتمنى أن تحافظ بلا تليفون وبلا كل شيء أي والله ومأدي أنا قلق للمبايل أعرف أعرف بك وحتى هاي الأخفاقات اللي صارت بصوتك هي بسبب المبايل لأنني أنت محرم كنت أتمنى حافظ أبيات شعر وجاي تقرأها في هاي الطريقة إن شاء الله كانت حافتنا أكثر أحسنت الله يوفقك على المرحلة جاية أبد بدون مبايل إن شاء الله نصيحة حبيبي شيخ ميثم شنا اللي ما خلاك تمرر أنا اللي ما خلاني أمرر لك تفيت بإخواني الأعزاء وضمنت عبورها أي ضمنت عبورها لكن أنا ما راضي على أداءه زي نسوي شيخ ميه أي لأن كانت عنده إخفاقات بالدرجة الصوتية من الطريق والله انطلعت من العمارة أسستون وصلت طابل شوية الطريق صحيح هو طريق يعني ذني الطسات ما للكوت ما لطريق الكوت طلعا بيك بالأداء المرحلة الثانية لاشم 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 ليش ما نسوونها من خلال برنامج ناتي سووا الطسات وف لأنا هو الطريق أتعاب الرعب لا أدك تقفز أني خادم نعم أنت جاءت محضاء يعني حبيبي شكرا جزيلا كاظم حسن البخيتاوي تأهلوا يانا الآن المتسابق حيدر الحسناوي من محافظة الديوانية أهلا وسهل حيدر الحسناوي من المحافظة الديوانية حياك الله يا حيدر وعليكم السلام أهلنا بخرا أمير المؤمنين علي علي السلام السلام والله علي السلام والله أحب ملق اليتام الحد الجنون الله الله أحب ملق اليتام الحد الجنون لأن شف تعلي بخدهم علامة وهم شفت الإمام بيا وكتنام علي ما ينام عين على اليتام ولا لا 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 تغرق ديره تيتف بالأذان حلو لا تغرق ديره تيتف بالأذان عفية عفية ما يخاف أشهد أنك يا لا 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 قول اهل الدير ما تعرف علي يا علي اعترف لي كان مجنون بهواك بوا الله وفقك يا حيدر الحسناوي اهلت ويانا شيخ ميثم التمر حبيبي حيدر حيدر من تقرأ لا ترفع رقوبتك على من اللازم حساني لما نحكي شوي اكو اقول لك وارفع رقوبتك بعد شو يصير اقدر احكي شوفني تشنة شيخ نصد هذه هذه الحنجرة مثل السبرينج منت الزيار يصير انت تعباني فلا ترفع رقوبتك انتقالاتك ما كانت دقيقة بين المقامات هذه لازم نرتبها ونوظبها ان شاء الله اليك بالتدريب وانا انت طاقة صوتية جميلة شكرا استاذ علي الدلف حيدور يا حبيبي انت يعني الطبقة واللي جوابات اللي سويتها بصراحة يعني يعني ما تستمتع بيها يعني المقابل ما يستمتع بيها او يتأذى بصراحة يعني آسف منك يتأذى ليش لانه هذا كل ارتجال اللي سويته انت انت تمتلك صوت جميل جدا وامكانية جميلة جدا زين بس ينقصك الاداء لازم على المرحلة القادمة نختار شيء ونهدئ اكثر زين لان صوتك جميل جدا العالي اللي سويته هنا ما كان ابد يعني يرضي المقابل تعبان واني لازم مفروض ما اصعدت شيء احسنت اي فاقد احساس تماما ما موجود فعال المرحلة القادمة نريدك احلي نعم استاذ سمير لا تغرك شلون ديره تحتف بالاذان اي هذا الاطلاق بابا مو لك في الشاعراناتش الاطلاق هي معالجة حلوة لا تغرك ديره تقول يا علي وعدهم يتام وكذا هكو مناطق ابن بالعراق موجودة الان متعبة جدا من كل النواحة متعبة لكن عندهم الامير علي بن ابي طالب عليه السلام لا يقوم ولا يقب ما اعدهم ما اعدنا غير علي وحنا داما نقول ما احنا غير حسين ما اعدنا وسيلة يعني معناتها هاي تدير اذا كلها فقرة وهذا ما يدرون بالهم علي تامة اشلون لازم يرفعون الاذان البيع على ابن ابي طالب تقدر تقول استاذ سمير هذا المعالجة هي حلوة يقصد يجوز يعني يقصد المسؤولين مثلا لا هو الارض هو اطلق خيش قال شيقول البيت يقول المدينة كامل لا تغرك ديره تهتب في الاذان سلام الله عليه قالوا لأمير المؤمنين بعد وصلت الفكرة للشاعر ملاحظة مهمة هي الاطلاق مصحيح سئلوا امير المؤمنين علي عليه السلام قالوا له من هو احقر الناس قالهم اللي يقف على دفة الحكم وهو شبعان وشعبه جائع الله لا احقر الناس حبيب شكرا جزيلا حسنت 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 من عليك التوفي الان مثل ما لاحظت اهل ويانا حيدر الحسناوي انتقل من المحافظة الديوانية الى ذيقار الحبيبة ونستمع المتسابق يوسف الخالدي من ذيقار يوسف الخالدي من ذيقار اهلا وسهلا اللجنة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 أربع بنات يبقني بلا يأسم ذن البنات أو من يسئلوهين يقولن خادمات يبقني بلا يأسم ذن البنات أو من يسئلوهين يقولن خادمات أنا ميت قصد أربعه وهي أمنيات أو زي أنا بيحي طنهمين أربع جهات زي أنا بيحي طنهمين أربع جهات تحجي زي أنا بما يقولن غير صار همثي العباس دمهن ريت حار تحجي زي أنا بما يقولن غير صار همثي العباس دمهن ريت حار كانت تومنيتي ويذورتي أربع بنات أربع بنات يوسف الخالدي طيب الله أنفاسك الله يبارك بيك وبكل خطوة ألف هلة الله يحفظك نتأسف منك ما قدرت تتأهل ويانا للمرحلة الثانية شيخ ميثم تمار الله يحفظك عزيزي يوسف تحياتي إليك ودعواتي والكل أهنب الناصرية العزاء الطيبين يوسف التأخونه إن شاء الله جايب هذا البرنامج حتى تستفيد وإحنا كذلك نستفيد الله يحفظك هذا لطف منك أنت بصراحة حبيبي أنت اسمع مني بحاجة كبيرة للتهذيب في الأداء واضح؟ وكذلك تحتاج إلى خبرة تراكمية أكثر لأنك لازلت في البداية تحتاج لك استماع أكثر وحفظ أكثر وكذلك يجب عليك أن تتحكم بأدوات الأداء الصحيح شنو أن أدوات الأداء؟ الحنجرة الأنف يجب أن تتحكم بيهن بشكل صحيح يعني خروج الهواء من الفم مرتبط بالحنجرة لو مباشر من الفم لو يشترك الأنف والفم لو يشترك الأنف والفم والحنجرة هذن الأثلافة يعتبرون باسورد ومختلف هذن أدوات للأداء يجب أن تتحكم بيهن بشكل صحيح واضح؟ أتمنى لك التوفي أستاذ علي الدلفي حبيبي يوسف طبعا حبيبي أنت يعني أنت صوت عندك وهذا أهم شي فضل من الله هذا صح أو لا؟ الحمد لله وشكرا أي يعني بس صوتك يراد لما راح حتى يتطور بس الحمد لله الموهبة موجودة وصوتك موجود يعني إحنا من ما مررنا مو معناها أنت مو عندك لا هو الوقوف أمامكم الحمد لله وشكرا رزاك الله سير خدمة الحسين تكفي الله يحفظك باللعب بالناصرية هو خدمة الحسين هناك موجودين اختلط بهم الحمد لله اختلط بهم استفيد من أعتهم إن شاء الله الله يحفظك حسنت أستاذ سمير بس النص أنا معالجة شيئنا عننا قبل حسن حتحدثنا عن شكرا جزيلا يوسف الخالدي أتمنى لك التوفيق يا عزيزي حسن الآن المتسابق زين العابدين العقيلي من محافظة ميسان أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بسم الله ترحلين عالقابور كتبوا إلي أمشي وين واني حور مبلاولي ترحلين عالقابور كتبوا إلي أمشي وين واني حور مبلاولي والله مليت السبي وكثر الديار ليش يومي علي مستعر نار أمشي وين أمشي وين يومي يومي زهري ويشتكي لك مين زماني ع الدموعي وع المصايب ع وداني يومي ليجزي ينبكي الوكيت لازم أعاني ليجزي ينبكي الوكيت لازم عام طيب الله نفاسك الله يبارك بك انتهي الوقت واتمنى لك التوفيق كذلك حظ أوفر الله يسلام وانت شاب جميل رحم الله الله وفقك يا حبيبي نعم استاذ سمير هو اسمه علي مو اسمه زين العابدين زين العابدين زين أنا سيلك لكي نسول بينه بينك أنا سامع الخطبة زينب عليه السلام مجلس يزيد لعنة الله مرة عليك الخطبة مرة مرة مو مرة مرة على كل شيعي وكل مسلم وكل كل الناس يعني هل يعقل اللي هاي الخطبة تقولها بمجلس يزيد الطاغية هي تقول هذا الحجة هسه الموجود ما يقول عنها بعض الشعراء يعني أنا دخلي أنا بين وبين نفسك متلقي مو كشاعر والله أقعد أقول هاي العظمة هاي الإنسان العظيم الكبير زينب عليه السلام بوقفة هاي الخطبة العصماء الكبيرة أمام ذلت ذلت يزيد بعقر دار هي قال عنها هذا الحجة متني وشوفك متني وراء حسنت نعم أستاذ علي دير والله صراحة يعني أدائك ما كان مقنع زين إحساسك كان ضريف يحتاج لك تمرين وإن شاء الله أقدر القناعة يلا على أتمنى طبعا هو الوقت انتهى مالتي لكن هما أنطوا يعني مثل ما تقول ساعت القبلي أسه بما فرص طينا فرص صوائي أهه فرص صوائي بما أنه أنت قلت أقدر قناعة الآن المتسابق إنهم جاي بوعون نحن هذا هو البرنامج أساساً لخدمتكم يعني أستاذ علي قال ما تقنعني قال أقنعك إذا مر لك علي إحنا المر لك ثمين إن شاء الله مر مر ما هجارتك وانتظرتك دمع دمع ويخلصي اللي يلب غيابك الله قلبي ذايم جاء تعاتي عذبتني والدميعي حلب عتابك عذبتني والدميعي حلب عتابك إي جارحني لاموع قصيد بس المهم جارحني صورت بعد حسنت الله يسلم الزين حبيبي الزين حبيبي آآ أنا ضغطتك تعرف ليش؟ لأن أكو أصوات آآ أقل منك كفاءة مشينها واضح بصراح شكراً من باب الإنصاف يعني من باب الإنصاف شكراً زين أما تريدني أقتنع مية بالمية عالم عالمرحلة الثانية إن شاء الله عيد وجهة نظري فيك وخليك يتغير إن شاء الله إن شاء الله العفو في خميثة مضايج أشوف يعني لا مضايج والله تعبان الصيام يعطش ويجوع واليوم ما خلونا ننام بساعتين نجول إن شاء الله خليش تعبان نجول إن شاء الله بالعكس والله لا زين العابدين دا يأدي وإحنا دا نسمع للآخرين ومستأنسين وفرحانين في هاي الأصوات والطاقات الجميلة الله يحب لكن كذلك ممكن يصير عندنا بعض الانزعاج أو التضجور لما نشوف طاقات صوتية تفتقر إلى الأداء الجيد مثل زين العابدين يعني يحتاج بعد الوقت أمامه إن شاء الله لكن الأخوة نطوا فرصة جزائهم والله خير الله أنا الرجال نحيس ما أطيك فرصة حتى لا نشوفك إن شاء الله في المرحلة الثانية ضمن عبورك إن شاء الله مرحلة ثانية نشوفك أحسن إن شاء الله حبيبي شكرا جزيلا زين العابدين العقلي اتأهل ويانا للمرحلة الثانية أعزائنا المشاهدين خلونا نستقبل وياكم المجموعة الثالثة في هذه الحلقة لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين جمهورنا الحبيب رمضان مبارك عليكم إن شاء الله وانضمت إن المجموعة الثالثة في هذه الحلقة وانرحب بهم بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد شيخ ميثم حبيبي طبعا رافقنا طيلة هذه الحلقة إي أنا أريدت سبحان الله شاعرنا المبدع كريم إي والله أنا أريدت أقول من البداية يعني يكون إحنا أخونا وعزيزنا وأستاذنا الشاعر المبدع أستاذ كريم يا ريت شرفنا بإطلالة الجميلة ونتبرك به حياك الله أستاذنا الغالثة لأننا قدمناه في بداية الحلقة أهلا وسهلا عليكم السلام رحمة الله راح تغرس لك الوجوه العرائسي الجميلة اللي قدامي يعني أساس تذكرت هذول الشباب نعم مني يعني يجي محضر للحن ويجي وقف هاي وقفتي ما أعتقد ينطيكم شيء لا لا يعني ما بين الأضاءة وهاي الوجود أستاذ كريم مع هذا تعبيرك العرائسية راح يسوينا مشاكل ويالحجيات هاي حقيقة هاي حقيقة منشد العراق الآن حقيقة برنامج يعني البرنامج الرمضاني المميز اللي الآن التابعة يعني الكثير جدا الله يفر انتم للمرة الموسم الثالث أعتقد نعم الموسم الثالث وانت تقدمون هاي الأصوات الرائعة تقدموها للناس الحمد خدمة كبيرة جدا أنا يعني اليوم أجيت ولاحظت تعابكم هاي الجهود الكبيرة حقيقة تحسب لكم وتحسب للقناة وإدارة القناة وإدارة البرنامج كل التوفيق لكم نطني صوتك شوف أضعي يمرر لك لا تجدي الدم عذا عندك ضمير السيء في طرحك الستر العائلة تريد تقنع أن العطش أصل الطفوف يعني هو الماء أساس المشكلة الله هي لو حسبت عطش تشاول حسين كوثر الفردوس جاه الكربل الله الشاعر الكشف الخدر بالطفوف مشارك بدأ بحط طفل ويحرم الله الله المنشد اللي يرقص على وجاع الحسين هذا حط بيد العليل السلسلة الله اللي يمشي لحسين وسلوكه من يزيد شك وموكب كون ما يستقبله الله الخطيب اللي قال زينب بالطفوف فرعت بتحيدر قبال الملع هذا حارك خيمة من زينب أكيد لو ألف حجة فلا تقبل إليه الله المهم على آخر قصيدة أنا ما أريد آخر من وقت الأخوان أنطيهم وقت أنا حقيقة يعني عاجز عن الشكر لكم لأنهم قدموننا أصوات ملاحظة فقط يعني حجيتها ويا الأخ حسين بغدادي أريد أعيتها هنا الآن فضلوا كل الأصوات اللي موجودة يوصل هنا تشوفون أكو عنده صوت صحيح وصوت يفترض يوصل لكن مني يؤدي راح يخفق يرتب بدليل اختياره قد يكون اللحن الموجود ممكن هو اللحن يتوافق مع القرار وهو جواب أولاك الصحيح أحسنت يعني يا ريت أنتوا تساعدوا تقولوا لا تقرأ هاي قرأ هاي يعني على الأقل حتى توصلوا أنا افتهمت المبرر من الأخ حسين البغدادي اقتنعت به أحسن لكن ساعدوه والله يقاط حلو أولا أبو فراس هذا أستاذ كريم استادي شاعر وخالمه البيت شرفنا اليوم الله الله يحفظك وإن شاء الله شرفه في هذا الإنسان الطيب والمثقف والواعي والشاعر الله يبارك بكم الآن المتسابق أحسين الأقلي من محافظة نيسان أهلا وسهلا أبو علي أينك أبو علي أينك أبو علي والله ما شفتك أول مرة أبو عفو حسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شم حضرنا حبيب قصيدة الأمام العباس عليه السلام عليه السلام للعمارة جايب أبو أبو علاوي نعم ما شاء الله يلا أبو علي يلا أنا دام كلام سلامي ودوا لحسين ما كناصر كابر ناطر ريشات ذنيا حاوطون ولون خذوني مقيد لي دين أصيح وتكبري الحيرة غريب وشحتي الغيرة كلام بعان تفسير بعان تفسير يفزعكم حتي حيوني هلي ليحقوه يقيل للكم هلي من مرورة الغربة الله 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 يضويكم يا غروبتي يا غروبتي وقفتي نظرتي ما تروس شنون الله ناد صوتي تشوتي أخوتي لا تتعطلون بعد حال سؤالي خيالي حسنتم وين أنا دام كلامي سلام سلام وعليكم السلام ورحمة الله هل هل هو مسيطر عفوه عفوه ملك هو ملك هو شكرا إلك يا حسين العقيل من ميسان وكذلك ألف تحية أوجهها من خلال هذا البرنامج طبعا لأخواني وأعزائي الرائع والكبير مرتضى حرب الله يحفظه للكبير والرائع سيد فاقد الموسوي تحياتنا إليه للرائع مسلم الوائلي قصائتهم جاء تتردد علينا جميل 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 الله يحفظهم مو أستاذ علي أكيد طاقات وأصوات وناس موهوبين وقدمها وأثرهم بهاي الشباب اللي من بداية البرنامج تلحسة نسمع بس قصائدهم هنين لهم ألف تحية لكم من هذا البرنامج أخونا عمار كذلك أخونا قحطان كذلك أدوا قصائده أكيد أخونا عمار الساعدي كذلك أدوا قصائده مصطفى السوداني هم أصور كل الوقت حتى ننساعد الله يحفظهم شكراً لهم والحسين يوفقهم جميعاً اللي ذكرناهم الآن المتسابق علي مهند من بغداد علي مهند من بغداد علي مهند من بغداد حياك الله يا علي علي محسين سلام عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله أمي بحب أمير النحل قد نجابت أمي بحب أمير النحل قد نجابت أقول والنفس هو بالذي كسابت لا عذب اللهم إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبني وكان لي والد وكان لي والد يهو أبا حسني فصرت من ذي وذاءه وأبا حسني الله يبارك بيك الله يبارك بيك يا علي مهند أنت أهلته يانا بسمع ملاحظة من شيخ مهند شيخ ميثم الله يفضل أنا شوي صيام أثر عليه أكيد مبين الساعة شيخ ميثم هي شيخ مهند شيخ ميثم يا حبيبي الله يحفظك الله يعزك علي هذا الأداء مال الابتهال بعد هو يعرف يعني يحتاج إلى أمكانيات خاصة فهو أخفق بالأخير سبحان الله بالانتقاله أنا أخبر شوي جيت من العمل وشوي تعبان الحمد لله بشير أنا أسألك سعاد جواه أنت قاعد وسط جماعة وضيف ومجموعة رواديد وشعراء أو ضيف ويا جماعة خطار ويدلوا لك اقرأ تقلهم ما محضر تقلهم استونجي التعبان تقلهم لازم أروح أنام وارجع لكم شو تقول ما يصير القارئ لازم يبقى 24 ساعة على استعداد عندنا عدد هواي ونعتذر من عندك بعد أن تتأهلت فتوكل بالله قد نختبر الوراق الله يخليك أستاذ الله ملاحظة أستاذ سميع أستاذ جدا ملاحظة صغيرة الموسم الثاني تابعت البرنامج لو ما متابعت قبل هذا الموسم نتابعت هاي الوقوف أكو مفردات نقول عليها ما يجي ما يصير تصرف وتوقف يمه يعني تعب الكلام بالشعر لازم تمشي لا عذب الله أمي إنها شربت ووقفت أكو متلقي أخذها لغير مكان فهاي لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني أحسنت أو تقدر بس تقول لا عذب الله أمي تدعي إنها شربت أحسنت أحسنت على مهند من بغدادة أهلة ويانة المرحلة الثانية الآن المتسابق عيدان قاسم من بغداد أهلا عيدان قاسم أمن بغداد عيدان نعم إن شاء الله بعد وعلى قد أهل أهلا عزنا الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا عيدان ما أهل أنت في الورح لك أنا أنت مو عود واحد عيدان عيدين عيدين مو من العود من العيد حبيبي نمزح وياك إن شاء الله أبوذي رسال حالي للحضراء سلام الله عليكم سلام الله عليكم عليكم السلام بس شنو قبل أن تقرأ لا تخلي بوالك كله ويا الموبايل بوالينا خادم مكاني بسم الله أعطيك خادم ربك أنا عدة حافظ أبوذيات بس هاي هاي في التليفون والله الحافظة أكون خادم مكاني الله يسلمك خادم ربك بقرب على المايك قرب على المايك وعتباي زمان جرد سيوف الله حبيبي سيطروا ورده هاي وعتباي زمان جرد سيوف الله الله حبيبي خويا وعتباي وعتباي وعلينا وعلينا وجه خيول الله وعيتباي هل هل خويا خلاف عينك للي لما أنام وعتباي وخاف وخاف واني اللي تمتبدك علي وخاف واني اللي تمتبدك علي القصيدة إن شاء الله والله ما يحتاج القصيدة ما يحتاج القصيدة بس اسمها أبو علي عدة حتوياك الأبوذية الشطر الأخير شنو خلال يا شعر؟ أو خلال الأبوذية كل شعر؟ الأبوذية غلط أنا رح أقلك بيهن زمان جرد سيوفة وحدهن بس أنا رح أتعلى ذيك الثانية زيان وهي أقول ماكو معنى زمان جرد سيوفة وحد باي شلون وعد باي وعدين أوجه خيوله وحدهن يا عباس الحرم ظلن وحدهن وتدري عداك ما بيهم حمي لحد ليش ما قرأت هالي عيدان شكرا شكرا جزيلا الآن المتسابق سيف السنجري من محافظة الذقار سيف السنجري أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام شكرا وديعوني وروح قاطرة ماي بيتراب الصحاري ضيعوني اش حصلي الملهوف مين طيف الظهاري بلا ليش السافرا ومحد يريتهم بلا ليش حل النهار ميت وريتهم ضيعوني ضيعوني بس ارتكز شوية صوتك حلو انتو وين انتو وين استفردت بي المصايب وانا ما عندي قلوب انتو وين انتو وين انتو وين الله 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 انتو وين نائح الصحراء روحي ورمشتي عيوني غروت ما اجيته جروحي خاضرة ويبستي الدم ععلى جيفني وما اجيته لو حلت بعيونكم دار التباعد لو نسيته احسنت طيب الله انفاسك يا سيف. خاطر الله ما زماته جروحي من صاحة تعالو. طيب الله انفاسك. راح موتي ويبقى بي بس تعال. شكرا جزيلا. قولوا الرماء المتحر. شكرا جزيلا يا سيف السنجرة اهلت ويانا الآن المتسابق. مصطفى الحكامي من بغداد. مصطفى الحكامي من بغداد. مصطفى الحكامي من بغداد حياك الله يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام مصطفى. الله يتطبل اعمالك. قصيدة للشهداء اللي يودع موكب اليمام الحسين عليه السلام. ليسان حال صاحبانا وخوانا اللي بالموكب. قرب شوية على المايك حتى نسمعك صفاوي. مو مال موتيش بك محتاجينيك. اخوانا كيل بالموكب يمتانينيك. مو مال موتيش بك محتاجينيك. اخوانا كيل بالموكب يمتانينيك. اخوانا كيل بالموكب يمتانينيك. هكذا انتي مشي مو محرم جانيه. وانحنا مي تعلمين تبتشي وياني. مو مال موت مو مال موت. هاي التابوت. شايل يبحث معك عزيز وغاليه. آية تابوت بابكي الماطبوك عذاب حالي آية تابوت الشل تكون تشيلهم من فالي آية تابوت حتى لا يلجب يضل التالي أخويا يلميتي لك عندي سؤال أم تجيني منك إلا لك تعال أخويا يلميتي لك عندي سؤال أم تجيني منك إلا لك تعال اللي يشعودي الموت ما خلانه وإحنا متعلمين تبتشي وياري طيب الله أنفاسك يا مصطفى يا حبيبي أهلت ويانة مجرد ما ضغط بالأخير أستاذ علي الدلفية وانهم أريد أن أسمع من علي الدلفية لا يوجد شيء يجذبك بالأداء والله ركوزة حلوة بالقفلات بس النفس ما يأخذه صح ويمكن تارك أنت مو صالت جاي مقاري صالت جاي مقاري بس بمحرم نقرأ بس بمحرم وهاي تطرف ورا محرم ما تقرأ غلط هالحبي ما يصير حبيب لازم تتمرن دعم نتمرن أسمع قرآن أقراوية أسمع لطم أقراوية أحسنت لازم تمرين هاي عضلة في الصوت يحتاج لي تمرين أحسنت نعم شيخ مصطفى أسئلك سؤال دقيق خلي والمرة أشوف أستاذ سمير لا ما أعدي شيخنا أعاسم الله يعفظ مصطفى على هاي القراية ما لك كنت تقرأ زنجيل بهالدرجة الصوتية تقدر تكمل لك ساعتين تقرأ تطول زنجيل ما لك بجهد يطول يطول بس احنا يعني موادي مجموع الوادي تقدر تقرأ ساعة كاملة على هذا ساعة يشد لا مستحيل ما تقدر إذا انت شوية تحتاج أن تعتني باختيارك للطبقة الصوتية المناسبة عند القراحة حسنت ملاحظة مهمة أشكرا شكرا جزيلا الآن المتسابق حمزة الخز علي من ميسان أهلا وسهلا أهلا بريحة ميسان حمزة الخز علي حمزة أهلا حمزة السلام عليكم وعليكم السلام أهلا حمزة رايحين وهذا قالوا ميت يتعوفون الخاطر اللي شوي صبروا بل كتي ترحمون الفاقد احباب الشمات عنهم يسيلون والله لي فارق وهذا اللحن ما ننصي شي وهذا اللحن نفس هاي الطريقة الجاي تعدى بيها لا شوية غيرت باللحن شوية تقدر ترجع للحن نفسها من هي القصيدة لاخونة الحبيب محمد الحلفي كلمات تحية لاخونة المبدع المنشد محمد الحلفي تحيات تحيات نحن يلا كمل اذا تعطيت تغير باللحن هاي شي عايد اليك اقرأ بطريقتك الخاصة يلا رايحين وهذا قالوا ميت يتعوفون الخاطر اللي شوي صبروا بل كتي ترحمون الفاقد احباب الشمات عنهم يسيلون غير القصيدة حمزة غير القصيدة حبيب اقرأ غيرها عين يلا ما دامك بعدك بالوقت مالتك يا صاحتي بلوعه لأهله فارقوه بو يذهل للبيت تعيش خلاف بوهه وياك خيذني وياك خيذني عقبل امتك هم بعد شلي بحياتي المرض ويا الفور قديفنين امنياتي بو يكيل عصري يحيس الله يبارك بيك ووفقك يا حبيبي حمزة شاوي والله اقل من صوتك هم نجوم اقل من صوتك انت اجمل من نهاي نجوم كخامة صوت بش تفتقر للعداء والله انا امرر لك ايضا افتريدك على المرحلة بابا صوت جميل جدا ايش اخي خياني الصاج والان شجعته شكرا جزيلا الى حمزة استحق كصوت صوت بس ادا فرصة صوت بالمرحلة الاولى افهموا يا ناس ويا متسابقين ده ننطي فرصة صوت صوت مو اداء ثانية ننطي اداء الاداء صفر شكرا هاي ما الاداء رجعا لا تكمل الصوت بمردود رجعي ما درش يسمونه اثر رجع اثر رجع رجع ما للصوت شكرا جزيلا اليك يا حمزة الخزعلي ونتأمل منك ان شاء الله الاجمل بالمرحلة الثانية وانت ممتع ان شاء الله المتسابق علي رحيم من بغداد حياك الله يا علي يا هلب علي اهلا وسهلا ما شاء الله ما شاء الله كل الهلا علي هلب علاوي الورد علاوي علاوي لجنة الكريمة السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله الله ابو حسين وين بغداد انت نهروان 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 مدينة المبدعين جهتكم عن القرية لكم مرتين بالجامع مالك مالك شبير حبيبي نسيتك ثواني خيالك رحمة الله نهروان اهلا مالك اهلا اهلا فارنت العزيز الخان إبالك حاولت استقر واسأل على حوالك لقيت النهر قطره بعين شلالك جمالك قص إيدك ما ينحس وريدك أنا لدربك أريد عطش وكتبك خيالك إجهاني شكراً جزيلاً الآن المتسابق حيدر حسن من بغداد حياك الله يا حيدر أهلاً أبو كرار السلام عليكم ورحمة الله أهلاً أبو كرار كرار سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم سلام عليكم اسمحون 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 اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله عليه شكرا جزيلا اليك نعم استاذ سمير القصيدة تحكي لسان حال من حال سيدة زينب عليه السلام نعم هي عاشد غربة باشر غربة نموت هي عاشد غربة طبعا لا تحكي لي الشعر لا تفسر لي بابا باشر غربة نموت الشعر يقول اي باشر غربة نموت باشر غربة نمودي هم في عليين وين الغربة اللي قاها الشاعر الغربة هناك يم لا الهي استاذاني ما لك علاقة انت ابني الله يخليك شوفوا ملاحظات الاساتف ربما انا الملاءة طبعا هي القصيدة معروفة ومسموعة هو ما وصلها اليك استاذ سمير صحيح هو يقول كلامي يقول يقول عشت بغربة اقرار الشعر بس فقط بابا ما حافظ شعر ايش قص صعبة اي ضاع الامر بغربة وباشر غربة نموت اي يا عمر ايش قص صعبة قراح اضاع العمر بغربة وباشر غربة نموت اهم يعني تحتق الزينب عليه السلام وهل البيت بغربة باشر وبغربة يام الله سبحانه عز وجل بس انا اريد اقول للحيدر نعم انه صوت بك رزمة خاصة اهم صوت جميل جدا واذا استفاد من قوالب لحنية خاصة يكون اليك رزمة انا شكرا استاذ علي والله جميل جميل جدا ومميز صراحة صوتك مميز الله وفقك بس شيرات تختار حسنت تختار اشياءات ناسب صوتك نافذي شاء الله شكرا جزيلا يا حيدر حسنت اهلته ايانا اعزائنا المشاهدين جمهورنا الحبيب الان وصلنا الى ختام هذه الحلقة كذلك ختام هذه المرحلة المرحلة الاولى ومرحلة التصفيات وان شاء الله غدا اول حلقة من المرحلة الثانية ان شاء الله مرحلة التراث وهي المرحلة صعبة وان شاء الله يتعدونها الاصوات الجميلة وراح نستمتع بالتراث ومرحلة التراث باذن الله خلونا وياكم نشكر اللجنة حبيبي المرحلة انتهت ابو حسين على خير الحمد لله والشكر وتعب اللجنة ان شاء الله ما يضير تحياتي لابراهيم جاسم الفوتوغراف وتحياتي لكل اللجنة وكل الحاضرين المصورين وعلى رأسهم الدكتور حيدر وحسين البغدادي الله يبارك بيك استاذ علي شكرا لك حبيب شكرا لك الله يبارك بيك شيخ ميتم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكل من شارك في انجاح هذا البرنامج الله يبارك بيكم شكرا لكم اعزائنا المشاهدين مرة ثانية وشكرا لكرم المتابعة كان في اعداد اصوات المتسابقين حسين البغدادي وفي ادارة التصوير انمار علي الفوتوغراف ابراهيم جاسم والتنسيق رسول السراي الصوت بشار السراي وادارة الانتاج عباس الشواكو في الاخراج الاستاذ الدكتور حيدر العسكري وانا خادمكم في التقديم المنشد علي زورة نتقيكم في حلقات مقبلة باذن الله مع السلام